وجه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عبدون حماد بالبدء الفوري في حملات الرشة الرزازي والطلمبات المتحركة لمكافحة توالد البعود وحشرات الخريف وكذا الوالي دعمه لمشروع حملات الرشة التي تنتظم الولاية وتوفير المعينات والآليات الكفيلة كافة لانجاح الحملة وتحقيق أراضها لمكافحة الأوبية كمرحلة أولى تمهيدا للمرحلة الثانية للرش بالطائرات على صعيد آخر اطلع الوالي على الترتيبات الجارية لافتتاح مردم طيبة بعد إعادة تأهيلي